طيب بكرة إن شاء الله أولى مباريات النادي الأهلي استعداداً للموسم الجديد أول تجربة للسويسري مارسيل كولر مدير الفني للنادي الأهلي هيشوف تقريباً كل اللاعبين عن قرب يعني خلي بالحضرتك التمرين أو التدريب يختلف تماماً 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 عن الماتش والماتش الودي يختلف تماماً 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 عن المباراة الرسمية وبالتالي أول مباراة الدية لما باجي أبص لها أنا كمدير فني أنا شايف اللاعبة وهي بتتمرن قدامي شايف الباكة اليمين بيجري ناحية اليمين وشايف الباكة الشمال وبيعمل اللي أنا بقوله عليه طيب لما يتحط تحت ضغط شوية حيديني إيه حيديني أقل ولا حيديني أكتر أنا كمدير فني بقى بقعد بتفرج مش هصحح أخطاء لو أنا ما كان المدير فني عامل كده مش هصحح أخطاء أنا خلال العشر تيام اللي فاته ولا الأسبوع اللي فاته علمت الفريق حاجات معينة بدنيا الصبح وبالليل بيبقى تاكتكس زي ما شرحت لحضراتكم فبالتالي إيه اللي أنا علمته للفريق خلال الفترة اللي فاتت حينفزوه بنسبة كام ده اللي المفروض يحصل في المباراة الأولى المباراة نفزنا التاكتكس اللي هو عايزها بنسبة المدير الفني عايزها يعني بنسبة 50-60% يبقى المباراة التانية 70% يبقى المباراة التالتة 80-90% بحيث أن أنا روح على المباراة الرسمية أقدر أنفز اللي مطلوب مني كلاعب بنسبة كبيرة جداً وتبقى ترضي المدير الفني لأن ساعتها مستوى اللياقة البدنية بيرتفع وبالتالي بعد ما خدت راحتي فبالتالي زهنياً الأمور بتتغير وبتبقى عندي قدرة زهنية وبدنية وأنا نفسي كلعيب عايز ألعب أرجع ألعب كرة تاني ونفسي ألعب كرة تاني بقى لي فترة إجازة شهر ولا حاجة فده كله بيؤثر من المفترض أن ده بيؤثر بشكل إيجابي على كل اللاعبين عشان كده لما بجي أو لما جي تتكلم مع حضراتكم في بداية السنة كنت بقول لكم أنا بالنسبالي النادي الأهلي يعني احنا عملنا ثلاث صفقات لغاية دلوقتي شادي حسين ومصطفى ميسي وسافيو طيب التلات صفقات دول بالنسبالي مش هما الصفقات اللي عملهم النادي الأهلي فقط لا النادي الأهلي من وجهة نظري عمل 11 صفقة ايه عم اللي انت بتقوله ده أيوة صدقوني عودة محمد الشناوي بعد الأجازة صفقة عودة ياسر إبراهيم بعد الأجازة صفقة عودة أيمن أشرف بعد الأجازة صفقة عودة عمر السلية وحمدي فتحي وقاليو ديانج بعد الأجازة صفقة عودة علي معلول بعد الأجازة صفقة عودة محمد شريف بعد الأجازة صفقة عودة محمد مجدي أفشة بعد الأجازة صفقة عودة حسين الشحات وطهر محمد طهر صفقة 11 اهو ورجعنا وأكرم توفيق صفقة جديدة بقاله سنة بعيد عننا وبالتالي قدي 12 صفق بجانب الثلاث صفقات اللي احنا جيبناهم لغاية دلوقتي وحنشوف هيحصل إيه هل حيبقى فيه ولا ما فيش لسه حنتكلم في هذا الأمر بعدين لكن في النهاية أنا بشوف إن اللي عامله النادي الأهلي والتوليفة اللي معمولة من قبل المدير الفني مع إدارة الكرة في النادي الأهلي حاجة محترمة جدا حاجة محترمة جدا 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 سكواد النادي الأهلي سكواد قوي حضراتكم عارفين هذا الكلام كويس جدا عشان كده انتو زعلانين قوي إن الدوري ما يجاش السنة اللي فاتت حاسين بيكوا طبعا وعارفين كل حاجة لكن إن شاء الله الاسكواد ده لما يعود ويلعب الأسماء اللي أنا بقول لحضراتكم بيرسي تاو عودة بيرسي تاو إن شاء الله خلال أسبوع كل دي صفقات جديدة رامي ربيعة واكتسابه للمسة المباريات في الخمس ست مباريات الأخيرة اللي لعبها الشباب اللي كان موجود عودة كهربا ووجوده في التمرين حتى الآن حاجات كلها محمد مغربي عودته من التشيك أعتقد إضافة جيدة في الناحية الدفاعية ناحية الليمين أكرم وكريم ومحمد هاني ناحية الشباب العلي معلول طبعا أنا بكلم عن المنتخب كمان علي معلول وكوكا مجموعة اللاعبين كلها لما تيجي تتكلم هتلاقي عندك مجموعة اللاعبين جيدة جدا 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 كانت محتاجة بس أنها تريح كانت محتاجين أنهم يريحوا بالفعل ريحوا بالفعل اللي بيروح التمرين أو اللي بيتابع تمرين النادي الأهلي حتى من خلال قناة النادي الأهلي وانت قاعد بتتفرج كده بتحس بالاختلاف تحس أن اللاعبة وهي بتتحرك مستريح مستريحي التمرين قوي وكل حاجة لكن أنا كلاعيب بقى زهنيا أنا عايز ألعب عايزة محمد هاني وعلي معلول والناس كلها وأكرم وعمر وحمدي والناس اللي موجودة هنا واللي في المنتخب كله عايز يلعب كله عايز يلعب ملعب وحشنة وجمهور الأهلي وحشنة والدوري وحشنة والكاس وحشنة في طولة أفريقيا وحشتنا البطولات كلها بتوحشنة حتى لو متواجن بيها ما بنشبعش بطولات هذا هو النادي الأهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني خصوصا اقعد تفرج كده حضرتك وشوف بص ياسر بيتحك ضحكته لطيفة حسين هتلاقيهم قطعبنين من التمرين زي ما قلت لحضراتكم التمرين بيقسم بشكل بدني وجيم الصبح أكتر بالليل بيبقى تاكتكس أكتر لكن هذه هي كرة القدم على الجانب الآخر محمد الشنوي وعلي لطفي وحمزة ومصطفى شبير مجموعة اللاعبين كلهم اللي موجودين لأ تحس ان انت عندك سكوات قوي سكوات قوي هل ده معناه ان مفيش صفقات مش عارفين لسه اين اللي حيحصل لسه باب الصفقات مفتوح لغاية يوم عشرة محدش عارف هل ممكن يكون فيه ولا لا لو فيه سيتم الاعلان لو مفيش هو ده فريقنا اللي حنلعب بيه هم دول اللاعبتنا هو ده اللي احنا عايزينه هم دول اللاعب اللي احنا شايفين ان هم ووسقين فيهم كلنا مع مدير فني بصوا حضراتكم أنا لما يعني المرأة اللي فاتت لما سألت على سوارج اتقلي حاجاته عالية حتى ما طلعتش اتكلمت مع حضراتكم فيها فطبعا اول حاجة بتسأل عليها ايه شخصية المدرب كولر بالنسبة لللاعبين اخ اكبر او قب لبعض اللاعبين الفترة دي بسرعة كده هتقول لي حصلت اه وهو ده الفرق بالمناسبة ما بين منويل جوزيه لما كان موجود في اسبوع في اسبوعين كان اب وكان اخ كبير لمجموعة اللاعبين اللي موجودين بغض النظر عن الاسماء اللي بيلعب واللي ما بيلعبش كان بيحب منويل جوزيه اللي بيلعب واللي ما بيلعبش اللي مشي من نادي بسبب منويل واللي بيلعب في النادي بسبب منويل برضو بيحبه لغاية دلوقتي أنا واحد من الناس مشيت من النادل آلي بسبب مانول جوزيه ولسه متصل به من أسبوعين مثلا متصل أطمن عليه فقط لغير فهذا الرجل حتى هذه اللحظة اللعيبة بينظروا لي بشكل رائع شكل حلو مش عايزين نكبر الأمور قوي برضو علشان ما تبقاش إيه ببصلوا بشكل كويس شايفينه رجل هادئ الطباع ولما بيتنرفس بيروح يوجهك روح يعمل كذا 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 لده اللي أنا عايزه منك لمصلحة اللاعب ولمصلحة الفريق وعلى المستوى الفني هو مقنع لللاعبين ده اللي قدر أقوله دلوقتي هو مقنع لللاعبين أحسم أكتر من ناس تانية أكتر من موديلين فنيين تانيين وبالتالي أعتقد أن ده الحمد لله كل هذه الأمور حتى هذه اللحظة هي أمور تدعو إلى التفاؤل وأنا قلت دابل كده بداية موسم ناس واخد أجازة ثلاث أسابيع من ثلاث أسابيع لشهر وبعدين بداية موسم مدير الفني بدأ معاك الصفقات اللي جات خلاص تم اختيارها الصفقات اللي جاية حيتم يجب أن يتم موافقة المدير الفني عليها إذا كان هناك صفقات دعم من مجلس الإدارة ودعم من الجماهير الكل على قلب رجل واحد بتحصل ممكن الناس تبقى زعلانة مثلا من إسلام شوية لكن أول ما يلاقوا إسلام في محنة يوقفوا معا جمهور الأهلي يوقف معا وقفة رجالة وقفة جمهور الأهلي أنا حسمنيها وقفة جمهور الأهلي ما هم الرجالة وقفة جمهور الأهلي فعشان كده لما أنا بقول إن ده أعظم جمهور في العالم هذه هي الحقيقة أنا بشوف كده هذا التليفون ده شاهد على أول من أول مبارح للنهار هذا التليفون ده ما بيبطلش حضراتكم محترام الجمهور اليوفي والريال وكل الناس اللي عايز يقول حاجة يقولها لكن جمهور الأهلي بالنسبة لي هو رقم واحد من اللي بشوفه من اللي بشوفه ده التليفون ده شاهد على حاجات كتيرة جدا فعشان كده الحمد لله الأمور في هذا الموسم هي أمور رائعة وأمور جيدة تدعوه إلى التفاقل ربنا يكملها على خير إيه اللي هيحصل بكرة في المطش محدش عارف هل المطش ده هنكسب أو هنتغلب أو هنكسب خمسة ولا ستة أو هنتغلب باتنين ثلاثة ولا يفرق معايا أنا شخصيا يعني أنا بدي لحضراتكم خبرات شفناها كتير ممكن جدا يكون الراجل مزود الحمل فبيدي اللاعبة المباراة دي عشان يعمل حملة تاني بس في مطش حاجات في التدريب يعني فممكن تلاقي اللاعبة مش قادرة تجري خلاص فممكن تتغلب طبيعي لكن هو بينفذ حاجة في دماغه زي ما قلت لحضراتكم من خلال هذه المباراة الراجل ده عايز ينفذ جملة معينة أو جمل معينة بيعملها مش فارق معاى النتيجة مش فارق معاى وقفة الباك اليمين ازاي وقفة الباك الشمال ازاي الاتنين اللي ستوبرز وقفين ازاي هادي هي مرحلة اعمل اللي عليك ونفذ اللي بيتقالك بس كده لغاية ما توقف على رجلك عشان بعد كده يبقى توفيق ربنا بقى مع التاكتكس اللي الراجل عايز يعمله فكل حاجة الحمد لله حتى هذه اللحظة الحمد لله خلي بال حضرتك كل اللي انت عملت سمعه حوالين النادي ده اي كلام ده فقاقيع هواء تلاقي عملت طن وخلاص ولا تؤثر على اي حد في النادي من ادارة او من لعبين او من جهاز فني كل النادي دلوقتي بمجلس ادارته بجهاز الكرة بتاعه بالمشرف على الكرة بكل الناس وقفة على الفريق كده كتلة واحدة كلنا عاملين كده وروحنا واحدة اعمل اي حد عايز يعمل حاجة يعملها محدش هيعرف يخش وسط هذه الكتلة ابدا لانها دائرة مغلقة جمهور النادي الاهلي بيحمي دائرة النادي الاهلي في كل شيء بيحمي لعبته بيحمي جمهوره من اي اذى من بعض المؤذيين ها وانتوا عارفينهم كويس جمهور الاهلي بيحمي وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب بالنسبة لجمهور النادي الاهلي فبكرة المباراة دي حنستنى نشوف ايه اللي هيحصل فيها الترتيبات اللي هيعملها الراجل خلال الفترة اللي جاية هنشوف هتبدأ ازاي ابتداءة من مباراة بكرة ان شاء الله بمناسبة هذه المباراة هنسجل المباراة بس طبعا مش هنزحها الا بعد الرجوع للجهاز الفني ده الاتفاق ده اللي احنا هنقوله لحضراتكم مرة تانية مباراة بكرة احنا هنسجلها وحتبقى معانا ولكن مش هنزحها على شاشة قناة النادي الاهلي الا لما الراجل يقول اوكي لما المدير الفني يقول اوكي احنا متفقين على كده كمان الحاجة الجديدة اللي تدعو للتفاقل دي برضو من مصادرنا ان ان شاء الله ان شاء الله سيكون هناك زيادة جيدة سيكون هناك زيادة جيدة في عدد الجمهور ان شاء الله في المباراة القادمة كم؟ ما عرفش ممكن نبقى خمسة الكلام اللي بتقال انه هتزيد من الضعف بدل خمسة بدل الفين ونص سوريا هتبقى خمسة جمهور الاهلي الخمسة بخمسمائة الف خمسمائة مليون عنديش مشكلة اقول زي ما انت عايز تقول فبالنسبة لنا كل حاجة تدعو للتفاقل كل حاجة حلوة كل حاجة حلوة فحاجة جميلة جدا جدا ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم اكتر حاجة بتدعو للتفاقل هي ان شاء الله مضاعفة اعداد الجمهور لان ده اكتر حاجة هيستفيد منها النادي الاهلي لانه اعظم جمهور في الكون طح لحاجة في الدنيا ان انت تشوف مثل هذه الاجاني طبعا ولا ميت اغنية ولا الف اغنية توفي ولا قصيدة شعر ولا الف قصيدة شعر توفي جمهور النادي النادي الاهلي حقه في كل حاجة جمهور النادي الاهلي ده تحديدا اكتر جمهور في العالم بيحب فريقه اكتر جمهور في العالم بيقف مع نديه في اي حاجة ممكن تلاقيهم قصين جدا في نقدك لكن لما يبقى في مشكلة ولا في حاجة وفي ناس مخلصة ناس بتحب بلدها وناديها بتسافر ورا فرقتها بتدفع كل حاجة مش مستفيدة اي حاجة اخر حاجة واحدة بس عايز النادي الاهلي فقط ان هو يكسب يتحملوا مشقة سافر يتحملوا من محافظة للمحافظة من مدينة للمدينة من بلد لبلد لكن من اني اهلي احنا كعب داير وراك زي ما بيتقال زي ما جمهور النادي الاهلي دايما بيقول فانا دايما الحقيقة يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو الحامي الرئيسي لفريق الكورة وفريق السلة وفريق فهو السيف والدرع للنادي الاهلي ولأسم النادي الاهلي ولكل عنصر دائما في منظومة النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر